على بركة الله احبتي اذا المجموعة الخامسة اخدمنا واحد اثنان ثلاثة اربعة والمجموعة رقم خمسة دون الامتلاء حاولوا تديروا محاولة لانكم توصلوا الحل وتقارنوا معايا طبعا على بركة الله اذا هنا غدا نقسم هذا الفيديو هذا الى قسمين فيديو غدا نحطوه على الصفحة بالفيسبوك ان شاء الله باذن الله والجزء الثاني سوف يكونوا متوفران في مجموعة العرض تحية لكم بسم الله على بركة الله اذا ونضروا تدكير طبعا زد واحد وعشرين يساوي اربعة زائد اي على واحد ناقص اي. دونك اول حاجة ما اللي كيكون السؤال احدد الشكل الجبري للعدد العقدي زد. زد يساوي خاص يبقى عدي اكس زائد اي فوا ايقراك. هذا هو الشكل اللي خاص يبقى عدي. اكس زائد اي فوا ايقراك. وهذا غاي يكونوا اعداد حقيقية. اكس ايقراك دو اغو كاغد. هيكونوا اعداد حقيقية. اكس عدد حقيقي ايقراك عدد حقيقي. واي هو انصر شفناه في المجموعة. سي مجموعة العدد العقدية. الانسامبل دي كومبلكس. واحد معي. انا اعطيك كلكو تروك. هنا. اي لك اتعدي اي. كينا في المقام. ماشي شكل جبري. ليس بشكل جبري. ليس ليس بشكل جبري. ليس بشكل جبري. اي فو المقام. ليس بشكل جبري. ولا يكون مجموعة اي فو مجموعة. اي هانه كمدا هم فكره في ميتود. انا انا بقى الفكرة. ما هي الفكرة؟ يا كنجوگي. اي هم يو الكنجوگي؟ المرافق. مفي اي باس ناوي تو تسكر بلمرافق. مرافق واحد ناقص اي عندي لكم غير سهم مرافق واحد ناقص اي هي واحد زائد اي مرافق جوج ناقص ثلاث اي واثنان زائد ثلاث اي ماذا تلاحظ عزيزي التلميذ فيما كيكون عديمها كتولي عدي بلوس مثلا اثنان زائد ثلاث اي مرافقها كذلك هو اثنان ناقص ثلاث اي هذا هو المرافق بصفة عامة اثنان هنا باش نتخلصو من اي من المقام خاصنا المرافق كما كنا كنديرو في اشكال غير محددة في نهايات كنا كنستعنو بالمرافق لكي نتخلص من الشكل غير المحدد في بعض الحالات فهذه الحالات دي باش نزول لأي باش نحايدوه من المقام سوف نستعمل المرافق تقنية المرافق لكي نتخلص من هذا المشكل سوف نستعمل الجانب سوف نستعمل زائد 20 1 سوف نستعمل في الفيديو خمسة ديال الامتيلة الاولى أو 3 امتيلة الاولى إن شاء الله بإني الله لكي لا يطول الفيديو ويمشي في 15 دقيقة إن شاء الله ربعا زائد اي على واحد ناقص اي عزيزي التلمين فيما تبغيش خدم بالمرافق غدي لي الأقواص غدي لطلع المقام على الديناميناطق فينا هو الديناميناطق واحد ناقص اي وغتلصق هنا واحد زائد اي عامل لي واحد زائد اي من بعد من المرافق غدي تجي المتطابق الهام زائد واحد واشترين هنا يساوي غدي المتطابق الهام رقم 3 خسك تصافي بعينك ما همضي طنكن أنا أعطك واحد القاعدة تبقى تخدم بها إلا كان عدنا ا زائد اي بي عامل لي ا ناقص اي بي كان نقوله في الاعداد العقادية هي ا كاري زائد بي او كاري كان نخدمه في الاعداد الحقيقية كان ديروا ا زائد بي عامل لي ا ناقص بي تساوي ا او كاري زائد ناقص بي او كاري كانت تكون ناقص في الاعداد العقادية ملكي كل عنصر اي وبمعنى اي او كاري كتولي ناقص واحد هدل الموان كتولي زائد وراد يجبين توريت التلامت من قبل ا أنا نطبقه هنا باش نوضح الفكرة لكل شي ا هدت تعطني ا او كاري كنديروا ناقص اي بي او كاري اذا هي ا او كاري ناقص اي او كاري غتولي ناقص واحد بي او كاري دونك هدت تعطني ا او كاري الموان مع الموان هي بلوس بي او كاري وهدي كان عطوها في الدرس كان عطوها للتلاميذ رغم انهم ما كيوطفواش للأسف الشيلي هيا غنجيو اختهنا دونك هم شي غادي نبدأ بعدها نبدأ بالبسط نبدأ بالبسط عدي هنا النشر ربعة في واحد هي ربعة ربعة في اي ربعة اي زائد اي في واحد هي اي اي في اي هي اي او كاري واحد ناقص اي اعمل واحد زائد اي هذا هنا عدنا لنومبر كومبلكس عدنا العدد العقادي وعدي المرافق ديالو للإشارة إليك العدد هو زد المرافق كان عطوه زد باغ باغ كنديرو لابار صافي ولابار كتعني العارضة زد بار هنا أخويا كنخدمو بالريال وبليماجينير الريال لابار ننافس العلم هي واحد وكنديرو زائد واحد واحد كتفيش تشوف غير حد اي حال ذا هنديرو جوش كاري زائد ثلاثة كاري جوش كاري زائد ناقص ثلاثة كاري ولا هنا جوش كاري زائد ثلاثة كاري يعني ستعطانا ديما اكاري زائد باغ وكاري كنشوف سر البلاسة ديال ا بلوس اي باي سر البلاسة في زائد هيتغر إي دير ا او كاري و بأو كاري بحل حيتغر إي اجل هنا لفاز زائد واحد كاري واحد كاري طنك شنو عتولي عدي في النتيجة واحد زائد واحد يجوج فاللات تخلصنا من الماقع بحيدنا اي وراه لكتش تعرف لهذه ما تعلمتيش لادابة ما يمكنش تخدم الشكل المتالاتي ومتوتيش لمتاحا بلا بيض ربعة ربعة اي لازدنا لأي رحه ربعة اي وزائد. هاتولي خمسة اي. واري كاري هي ناقص واحد. تقدر تدير هنا ناقص واحد. ربعة ناقص واحد. ثلاثة. زائد خمسة اي على الجوش. صافي? دونك هنا الشكل نقسم هذا المقام بارتاج المقام مبينة الديناميناتر. نفا بارتاجي الديناميناتر برابورو نيميغاتر. هنشد دوات الجوج هنقسمو على البس جوج غد تاخد ثلاثة على جوج. وخمسة على جوج اي. هادا ولا بارتي غيال وخمسة على جوج ايالا بارتي اماجي. باش نتبتوا الفكرة اكتر. هنخدموا الاكزامبل السويفان. زيت 22. زيت 22. هي ثلاثة على جوج زي ثلاثة اي. دونك هنا غنستعملوا المرافق. قلت لك تدير الاقواس تلاتة. زيت ثلاثة اي. المرافق هو جوج ناقص ثلاثة اي. والفوق هنكتبه جوج ناقص ثلاثة اي. دون كدرنا المرافق احبيبي في البسطه في المقام. ها المرافق ها? البسطه في المقام. ايدان. تبعني الله يردع لك. تلاتة في جوج يسا. تلاتة في ثلاثة اي اتنفة اي. واق. قلت لك اخويا وتصلت لي الهضر الله لا يرضع. لك سير البلوس. هزلي هجوش ديلي هجوش كاري. جي على ثلاثة دير ثلاثة وكاري وخرج نود ني. تطبق شي طبق شي لنا الدرسا. استناقش سعود اي. جوش كاري ياربع. ثلاثة كاري يتسعود. اذا يستناقش سعود اي. والكل مقسم على تلطاش. على تلطاش هو الجزء الحقيقي. وتسعود على تلطاش اي هو الجزء التخيلي. جزء التخيلي. نزيد واحد المثال اخر. هو زاد ثلاثة وعشرين. زاد ثلاثة وعشرون. زاد فانتخوة يعني الحدد العقادي ثلاثة وعشرين. ثلاثة اي. على واحد ناقص ثلاثة اي. تساوي. المرافق. غا تبدأ شوف عد بدا بالمقام باش تدير المرافق. هالمرافق لنكتب هنا المرافق. ها بلاسطو. ها بلاسط مرافق. غا تكتب هنا واحد ناقص ثلاثة اي. والفوق تدير واحد ناقص ثلاثة اي. عفوان هنا زائد زائد. حيث لك تناقص هنا غا تكون زائد. والبسطرة غايبقى هنا ثلاثة اي. وبينسي يغدر. دير النشر. الفوق النشر. ثلاثة اي في واحد. هي ثلاثة اي. ثلاثة اي في ثلاثة اي. ثلاثة في ثلاثة هي تسعود. اي في اي. هي اي مربع. ها اي ها اي. غا تمشين لبلصة البلوس. غا تدير واحد كاري زائد ثلاثة او كاري. ثلاثة اي. ثلاثة اي. ثلاثة اي. اي وكاري. اي كاري يناقص واحد. ما تسعود اي يناقص سعود واحد كاري واحد زائد تسعود. أعطي النتيجة 3ي ناقص سعود 1 زائد سعودية 10 نقسموه هاد 10 نقسموه نبغطة جوابيناتهم يعني 3 على 10 فو اي ناقص سعود على 10 رتبو من لايف ذلك 9 هو 10 زائد 3 على 10 فو اي لغيال 2 زد 23 يناقص سعود على 10 الاماجينار 2 زد 23 هي 3 على 10 دي منتن خليوه هذا والتاني ديما هو ترتيب في العدد العقدي. اذا اعزائي وصلنا للمثال رقم ثلاثة وعشرين شوفهم زيان لصيغي. بقي عندكم بزاف دي الامور ما تخدموا ان شاء الله بإذن الله. تحياتي لكم اعزائي تحية طيبة لكم. مزيدا من تألق ان شاء الله بإذن الله ومزيدا من العطاء. مرحبا بجميع التلاميذ الذين يودونا التسجيل معنا ورفقتنا. ما باقي الوقت ان شاء الله باش نكملو. ونمشيو بطريقة شيدة. اه المرجوم التلاميذ اعزائي المتوجدون بصفحة فيسبوك. التتبع دائما والحضور دائما في حصة المجازرة لكي يستفيدوا منها. تحياتي لكم. تحية طيبة لكم. واعانكم الله. موعدنا في الحصة المقبلة ان شاء الله بإذن الله.